اشتركوا في القناة المستشفى الميداني بمدينة سيرتي استقبل سبعة جرح من قوات الثوار جراء اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة واستشهاد العميد محمد قلدان اثناء تلقيه العلاجة في تونس ما يعرف بعملية الكرامة تمنع وصول الاحتياجات اليومية لمدينة درنة وشورى المجاهدين يسلم ديات من قتل خطأا في الاشتباكات ضد تنظيم الدولة اهلا بكم اكد مصدر من سرية الدفاع المدينة بنغازي ثلاثاء مقتل خمسة وعشرين عنصر من قوات مجرم الحرب حفتر في اشتباكات متواصلة مع سرية الدفاع بنغازي المصدر ذكر في تصريح للتنصح ان السرية تحافظ على جميع تمركزاتها بالمناطق التي سيطرت عليها مؤكدا عدم سقوط اي شهداء او جرحى في المعارك المتواصلة حتى الان وكما نفى المصدر ما نشرته القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة حول سيطرتهم على مناطق كانت قد سيطرت عليها السرية في السبق يشارب الان سرية الدفاع عن مدينة بنغازي سيطرت في الايام الماضية على عدة مناطق غرب مدينة بنغازي شنت قوات مجلس شورى ثور بنغازي ثلاثة هجوما على تمركزات قوات مجرم الحرب حفتر في محوري جاريونس وبصنيب غربية بنغازي مصدر اعلامي تابع لمجلس شورى المدينة قال ان قوات المجلس اعطبت دبابتين تابعتين لقوات حفتر مؤكدا تدمير مدراحة واربع آليات عسكرية لقوات الاخيرة واكد المصدر انسحاب قوات مجرم الحرب حفتر من محوري جاريونس بعد تقدم قوات المجلس نحوهم مضيفا ان الاشتباكات اتزامنت مع تحليق طائرة اجنبية بدون طيار فوق مناطق سيطرة شورى ثور قال مرسل مركز السرية الاعلامية الناتق باسم مجلس شورى ثورى بنغازي عصام المغربي لقناة التنصح ان الطائرات الاجنبية لازلت تحلق فوق سماء بنغازي مضيفا ان الاستهداف المستمرة لقاعدة بنينة الجوية اجبر القوات الاجنبية على الانسحاب الى قاعدة الخروبة جنوب مدينة المرشا وكذلك استهدافنا المستمر لتمركز القوات الصديبية في قاعدة بنينة الجوية اكثر من مرة مما اجبرهم الى الانسحاب باتجاه مطار الخروبة جنوب مدينة المرش بفضل الله عز وجل استهدافنا كاين قوي واستهداف دقيق مما اجبرهم على الانسحاب الى هذه القاعدة هناك وبإذن الله سنتعهدهم بالاستهداف المستمر حتى نخرج هؤلاء الغزاء من الارض المختار بإذن الله واضف المراسلان العائلات في مناطق سيطرة شورى الثوار تعاني نقصا في الادوية والاغذية وخاصة بعد بيان مجرم الحرب حفتر باخلاء المناطق من السكان نعم بالنسبة الوضع الانساني داخل مناطق سيطرتنا فوضع العائلات اصبح مؤلم كما ذكرنا اكثر من مرة من نقص العلاج والعناية الصحية للاطفال والنساء والمرضى وشدة القصف المستمر وخاصة بعد بيان التهديد والوعيد الذي اخرجه ما يسمى بالجيش الليبي المجرم والذي كان اشبه بكابوس للاطفال والنساء وها هي الآن الثمانية واربعين ساعة قد انقضت فهل سيصبح مسح البيوت ونسف المنازل على رؤوس العائلات مبرر ومسوق له في عقول السدج الذين ينعقون لهم استقبل المستشفى الميداني بمدينة سرد صباح الثلاثة سبعة جرحة من قوات الثوار جراء اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم دولة وسط المدينة المستشفى اكد عبر صفحته الرسمية ان الجرحة اصيبوا جراء سقوط قذيفة هون اطلقتها حناصر ما يعرف بتنظيم الدولة اثناء محاولة قوات الثوار التقدم لتمركزات التنظيم وكما اشار المستشفى الى ان الجرحة قد اصيبوا باصابات خفيفة بشاضايا القذيفة لافتان الى انهم تلقوا العلاج وعادوا الى جباهة القتال شنت مقاتلات حربية تابعة لقوات الثوار الاثنين غارات جوية على مجمع قاعات وقادوغو بالصواريخ حيث سمع ذوي القاسف في ضواحي المدينة وقال مصدر عسكري بغرفة عمليات طوارئ سلاح الجو التابعة لقوات الثوار ان الطائرة الحربية قصفت مواقع لما يعرف بتنظيم الدولة في العمارات السكنية بجامعة سيرت ومحيط ميناء المدينة حيث يتحصن مسلحه التنظيم حسب المصدر العسكري واضف المصدر ايضا ان طائرة اخرى حلقت فوق المدينة لمراقبة تحركات عناصر التنظيم المحاصرين مضيفا ان الثوار قطعوا الطيار الكهربائي والامدادات وحتى مياه الشرب عنهم استشهد العميد محمد قليدان الثلاثة اثناء تلقيه العلاج في تونس بعد تعرضه لاصابة في اشتباكات سيرت العميد قليدان امير كلية الدفاع الجوي بمدينة مصرطة تعرض الفترة الماضية لاصابة بالحروق وذلك اثر انفجار صاروخ في الاشتباكات بمدينة سيرت يشار الى ان مدينة سيرت تشهد في الفترة الاخيرة اشتباكات عنيفة بين قوات الثوار وما يحرف بتنظيم الدولة وسط المدينة قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية جوزف دانفورد الاثنين ان ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا تكبد خسائر فادحة في مدينة سيرت دانفورد وفي تصريح لصحيفة ستارزاند سترايبز الامريكية اثناء تواجده في المانيا قال ان ما يعرف بتنظيم الدولة حاول ان يجد موطأ قدم في ليبيا ولكنه لم يستطع ذلك واضف ايضا ان عدد المقاتلين التابعين لما يعرف بتنظيم الدولة اصبح قليلا مقارنة بما كانوا عليه قبل ان تسيطر قوات الثوار على اغلب احياء المدينة يشار الى ان مدينة سيرت شهدت في الفترة الاخيرة اشتباكات بين قوات الثوار مع ما يعرف بتنظيم الدولة سيطرت قوات الثوار فيها على اغلب المناطق الحيوية بالمدينة وفي سياق اخر حيث اعرب الامين الحام للامم المتحدة بنكيمون عن خشيته من ان يقوم عناصر من تنظيم الدولة الفارين من مدينة سيرت بتشكيل خلايا جديدة في مناطق اخرى من هذا البلد وفي شمال افريقيا جاء ذلك في تقرير سري قدمه بنكيمون الى مجلس الامن حيث قال فيه ان الضغوط التي تمارس مؤخرا على تنظيم الدولة في ليبيا قد تحمل عناصره بمن فيهم المقاتلين الاجانب على النقل مواقعهم واعادة التجمع في خلايا اصغر واكثر انتشارا جغرافيا عبر ليبيا وفي الدول المجاورة قامت لجنة ازمة نازحي ومهجري مدينة بنغازي الاثنين بارسال شحنة من الادوية والمستلزمات الطبية وذلك للثوار المرابطين في الجبهات اللجنة التي مقرها في العاصمة طرابلس قال احد منظمها انها تهدف الى نصرة ثوار السابع عشر من فبراير الحقيقيين الذين يقاتلون ما يعرفوا بتنظيم الدولة في سرط وقوات ما يعرفوا بعملية الكرامة في مدينة بنغازي قال جمال العبدلي مدير مكتب الخدمة الطبية بمدينة سرط الاحد انهم ارسلوا شحنة طبية الى ضواحي المدينة العبدلي ذكر ان شحنة تحمل تطعيمات طبية للاطفال حديثية الولادة تكفي لأكثر من مئتي طفلة وكما اوضح ايضا بان شحنة موجهة للمركز الصحي البطومة بالمجلس التسيري جارف وسيتم تسير حدد من الشحنات الطبية الاخرى غربة وشرق سرط في وقت قريب يشاري لان المرافقة الصحية بمدينة سرط تحاني من قلة الامكانيات وذلك بسبب نهب معداتها من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة بالمدينة هذا واطلق الهلال الاحمر لبي فرع مصرات قافلة من المساعدات الانسانية بدعم من منظمة البنك الاسلامي واللجنة الدولية للصليب الاحمر لاغاثة اهل جارف والثلاثين والقبيبة بضواحي مدينة سرط وبحسب صحيفة الهلال الاحمر فرع المدينة فان القافلة اجتملت على 480 سلة غذائية بالاضافة الى بعض الادبية والمستلزمة الطبية وقد صحب حملة التطعيمات للاطفال وذلك بالتعاب مع مستشفى ابو جرين حيث شملت اطفال ضواحي المدينة بالكامل وكذلك اجراء كشفات طبية لعدد 25 حالة اسنان باشراف قسم الشؤون الطبية والرعاية الصحية بالفرع قال وزير الداخلية الايطالية انجلينو الفانو ان اوروبا تواجه خطر الانهيار من احية استقبال المهاجرين مجيرا الى ان الهاجسة تجاه اللاجئين دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي الفانو اكد في مقابلة مع صحيفة لبيرو الاثنين ان بلاده بحاجة الى اتفاق مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين على غرار ما ابرم مع تركيا واضف الفانو ايضا انه حل اوروبا اقامة اتفاقيات ثنائية مع البلدان الاصلية للمهاجرين للحيلولة دون مغادرتهم قام مجلس شورى مجاهدي درن الاثنين بدفع ديات الشهداء الذين سقطوا بالخطأ في الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في الاشهر الماضية التوزيع كان بحضر عدد من اعضاء المجلس المحلي ومجلس الشورى وعدد من الاعيان والمشايخ وبعض خطباء المدينة واستلم اولياء من قتل بالخطأ مبلغا وقدره 177 الف دينار عن كل شهيد وهي قيمة ودية القتلى شرعا حيث كان من بين الشهداء الذين سقطوا خطأا في الاشتباكات القائد العسكري بالمجلس سالم دربي قالت مصادر خاصة من مدينة درنان غرفة عملية عمر المختارة تابعة لما يعرف بعملية الكرمة تمنع وصول الاحتياجات اليومية الضرورية لمدينة درنان لليوم الرابع على التوالي المصادر ذكرت ان قوات الغرفة المحاصرة لمدينة درنان من الجهتين الشرقية والجنوبية قامت الاحد بمنع دخول شحينات استوانات الغاز عبر المنفذ الجنوب الشرقي للمدينة مضيفة ان المدينة تتشهد نقصا في بعض الاحتياجات الضرورية يذكر ان غرفة عملية عمر المختارة تابعة لما يعرف بعملية الكرمة حذرت اهالي درنان من المرور بالطريق الشرقي والجنوبي باعتبارها مناطق عسكرية اعلن مصرف الجمهورية فتح منظومة التسجيل لاستخراج الفيزا كارد الخاصة بالمصرف يوم الاربعاء بدلا من ثلاثة وذلك لحدوث خلل في الاتصالات المصرف اضاف انه يشارط ان يكون مقدم الطلب لم يسبق له الحصول على اي بطاقة من اي مصرف في ليبيا وان يكون حساب المستفيد مفعلا قبل ستة اشهر من تاريخ الطلب واضح المصرف ايضا ان عملية الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف قد تشهد تأخرا للضغط المتواصل على سيرفر الرئيسي مؤكدا ان العمل لا يتوقف وان اعادة محاولة الدخول هي الاجراء المطلب فقط في حال عدم نجاح التسجيل وفي ذات السياق حيث طلب مصرف الادخار والاستثمار العقري فرع نالوت من المواطنين المتحصلين على قروض عقرية ولم يستكملوا بقية دفعاتهم طلب منهم مراجعة فرع المصرف خلال ساعات الدوام وارفق فرع المصرف في اعلان صادر عنه كشوفا باسماء المواطنين الذين لم يستكملوا دفعاتهم في بلدية نالوت ووازن وكباو اضافة لبلدية لحوامد والحراب نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل المستشفى الميداني بمدينة السلط يجري عمليات خطيرة وبمجهودات بسيطة ترجمة نانسي قنقر او يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي تعلن ادارة القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية عن اقامة مسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الخامسة والعشرين على مستوى بلادنا الحبيبة ليبيا والتي ستقام بمدينة زوارة بقاعة الشهيد فرحات حلب في الفترة من الثاني عشر الى السادس عشر من شهر شوال من عام سبعة وثلاثين واربعمائة والف من الهجرة الموافق من السابع عشر الى الواحد والعشرين من الشهر السابع لسنة الفين وستة عشر للميلاد مسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الخامسة والعشرين يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك دوت كوم سلاش تناصح تيفي او على تويتر دوت كوم سلاش تناصح تيفي او يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح او يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي اهلا بكم من جديد استقبل المستشفى الميداني بمدينة سرد سيدة ليبيا في حالة وضعه بعد ان فجأها المخاض ما اضطر اخذ سيدال الى التوجه الى المستشفى الميداني لاجرها اي عملية الولادة المستشفى الميداني ذكر بان العملية اجريت في غياب طبيب نساء الولادة حيث تم الكشف التام على الام والطفل بعد ان اعطيت لهم الادوية والعلاجات اللازمة لما بعد الولادة وهما في حالة جيدة حسب المستشفى الجدير بالذكر ان الطفل تم تسميته بعبد الله تيمنا باسم اخيه الذي قتله تنظيم الدولة في مدينة سرد قبل شهر ونصف الشهر اعلنت شركة الخطوط الجوية الافريقية انها تعتزم خلال الاسابيع القادمة تسير رحلات جديدة خاصة بالشحن الجوية محلية ودولية وبينت الشركة عبر موقعيها الالكترونية انها قمت بشراء طائرة عملاقة من طراز ايرباس اي ستمائة معدى لهذا الغرض وستنضم لطائراتها بعد انهاء اجراءات التسجيل هذا واكدت شركة ان هذه الخطوة ستساهم في التوسع من مجال الشحن الجوي بليبيا وتسير العجلة الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى بعض الخدمات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج تتواصل بمدينة زوار فعاليات مسابقة ليبيا المحلية في دورتها الخامسة والعشرين لحفظ القرآن الكريمي وتجويده وذلك بقاعة الشهيد فرحات حلب اذا وقال احد اعضاء لجنة التحكيم الشيخ التهم الزيتوني ان المسابقة شارك فيها ثلاثة متسابقين من كل مدينة بعد اجراء مسابقة تصفيات فيها مشيران الى ان يوم تكريم الفائزين سيكون في السادس عشر من شهر شوال اعطوا الفرصة الى غيره اعطوا الفرصة الى غيره حدول عفظ اني مش عارف عفظ التصفيقة هادي تبو هو ياخد الجائزة ولا تبو غيره من باب الإنصاف باعتباره استفاد من جائزة أمس وهذا محدود بدرجة كبيرة فنسحبه على متسابق آخر قالت المديرة التنفيذية ورئيسة استراتيجية السلاع بمؤسسة RBC كابيتل الأمريكية هيل مكروفت أن المستجدات التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا لها دور كبير في التأثير على أسعار النفط عالميا متوقعة أن تكون ليبيا المحفز الرئيسي القادم للأسواق العالمية للنفط كروفت أضافت في حديث صحفي لشبكة أمريكية أن ليبيا ستظل الورقة الفاصلة وعامل غير متوقع يؤثر على أسواق النفط فيما يتعلق بالإمدادات النفطية الإضافية في العالم على المدى القصير في الوقت الذي يعلن فيه المصرف المركزي أن الأموال بخزائنه أو شكت على النفاذ يطبيق حرس المنشآت النفطية التابعة للجدران على موانئ تصدير النفط ليحرم دولة ليبيا من مورد أساسي للدفع بعجلة التنمية في البلاد المزيد في سياق التقرير التالي من تائه مغمور بين كثبان رمال الصحراء إلى قرصان يضع يده على الموارد النفطية الليبية ومن تجارة غير مشروعة في الأسلحة الصغيرة بين تشاد وليبيا إلى محاولة تصدير خام النفطي السلعة الأهم على المستوى الدولي إبراهيم الجدران أربعة وثلاثون عاما شادي مولد قبلي النزعة والهوى سبق وأن أدين والسجن عدة سنوات بتهمة التهريب وتحوم حوله شبهات أخرى كما يحوم الذباب على تقرحات ظهر البعير عملية تحرير سرط الأولى غنم الجدران خلالها سيارات وأسلحة من قبائل أخرى وضم الكثير من أملاك تلك القبائل إلى أملاكه وفيما كان أتبعه يتسلحون بأسلحة خفيفة تمكن بطريقة ما من الحصول على دعم كبير شمل عربات عسكرية وراجمات ومدافع وغيرها من المعدات الثقيلة قدرت قيمتها بملايين الدنانير وعندها أعلن إبراهيم الجدران نفسه آمرا لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى حرس كان الجدران ينفخ في عديده ليزيد من قدر الأموال التي كان يبتزها من الحكومات الليبية المتعاقبة حاول الجدران أن يلعب دورا سياسيا عندما أعلن عن تأسيس المجلس السياسي لإقليم برقة لكن قميص السياسة لم يكن مناسبا له رغم تمسحه بأحذية وجلابيب الفيدراليين وحديثه عن حقوق برقة الضائعة في سنوات التيه الأربعين والخمس العجاف التي أعقبتها دون كهرباء وسيولة نقدية صخب أحذية الجدران وجنوده لازال يسمع في الموانئ والحقول النفطية وعلى مبعدة عن المكان يصرخ المصرف المركزي في طرابلس بأن خزائنه باتت خاوية ما لم يتم في طام القرصان عن السائل الأسود الغالي الثمن أنت الرائحة وإلى أخبارنا الاقتصادية حيث تعرض دينار الليبي ثلاثة إلى ضغوطات بيهية كبيرة أدت إلى تدني سعره في السوق الموازي لخمسة دنانير لكل دولار أمريكي واحد دينار الليبي وقف الثلاثة على حتبة العشرين سنة أمريكية لكل دينار واحد بعدما ظل مراوحا فوق هذا المستوى طيلة الأشهر الماضية عقب اتخاذ المصرف المركزي بطرابلس حزمة من الإجراءات للحد من تدول النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية في سوق الحوالات الموازية تخت سعر الدولار الأمريكي عتبة الخمسة دنانير بعشر دراهم للحوالات المغطاة نقدا بينما بلغ خمسة دنانير واربعمائة وخمسين درهم للحوالات تسليم دبي المنفذة مقابل السقوك المصرفية المحلية وبحد أدنى بعشرين ألف دولار أمريكية وفي الخبر الأخير حيث استمر تسعر النفط بالتراجع الثلاثة وسط تزايد المخاوف بشأن وفرة معروض المنتجات النفطية والمكررات التي تملأ الأسواق حيث يتدور الخام الأمريكي بالقرب من مستوى الخمسة والاربعين دولارا وسبعين سنة أما نفط برينت فيتدول دون مستوى السبعة والاربعين دولارا للبرميلة يشاره الآن أسعار النفط كانت قد تراجعت الاثنين بنحو واحد بالمئة جراء فشل الانقلاب العسكري في تركيا واتفاع طفيف لدولار مما قلص جاذبية الطلب على النفط أما الآن فنترككم مع جولة في أحوال التقص ترجمة نانسي قنقر وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة شرط واربنغازي يتقدم في محور غريونس بعد تجدد الاشتباكات وقتل وجرح لقوات مجرم الحرب حفتر في اشتباكات متواصلة مع سراء الدفاع عن المدينة المستشفى الميداني بمدينة سرطي استقبل سبعة جرحم قوات الثوار جراء اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة واستشهاد العميد محمد غليدان أثناء تلقيه العلاج في تونس ما يعرف بعملية الكرامة تمنع وصول الاحتياجات اليومية لمدينة درنة وشورى المجاهدين يسلم ديات من قتل خطأ في الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وطبعة ميدان المستشفى الميداني بمدينة سرطي يجري حماليات خطيرة وبمجهودات بسيطة ختم نشرة السابعة دمت في من الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة